هل يمكن انه يدخل القطاع الخاص في تأمين المتاحف طيب هل ده كويس ولا ده مقدمة لخص خاصة عملية التأمين وبالتالي هنا يعني ممكن ده يبقى بقى يتساب للأهواء الشخصية وهل ده يقلل عمليات التهريب ولا يزودها في خلافات بين أعضاء مجلس النواب تتعلق بذلك أستاذة جليلة عثمان عضو مجلس النواب أستاذة جليلة أهلا بيكي أستاذ وائل أهلا بحددك خلني أقدم كمان الأستاذة ناشوة ديب عضو مجلس النواب أستاذ ناشوة أهلا بيكي مساء الخير يا أستاذ وائل أهلا بيكي مساء الخير أهلا بيكي أستاذ ناشوة وأهلا بأستاذ جليلة صاحبتي العزيزة أستاذ ناشوة أستاذ طلعت خليل أهلا بيكي أستاذ طلعت عضو مجلس النواب أهلا بيك أستاذ وائل وأهلا بأستاذ جليلة أو أستاذ ناشوة فينا أهلا بيكو أستاذ جليلة ليه حضرتك متحمسة لدخول القطاع الخاص في مجال تأمين المتاحف رغم المخاوف التي يبديها البعض من ذلك أستاذ وائل أنا مش بكلم على خسخصة خالص وأنا ضد الخسخصة كليا وجزئيا خسخصة دي بمعنى بيع العام للخاص طبعا في القطاع بتاع الأثار بينفعش أنا لا أنا ولا أي مصري حنوافق إن احنا نبيع أثار بلدنا يعني أنا مش خسخة في الهرم ولا بلغول ولا متحف المصري لا أنا عايزة إدارة حديثة للأماكن دي وللأثار بتاعتنا احنا بنضار بطريقة سيئة أنا عايزة سواء في شكل شركة في سواء يعني تكلها عملية الإدارة بكل وظائف الإدارة من تخطيط ورقابة ومتابعة وتنمية كفاءات وتنمية مهارات وتدريب احنا بنفتقد لده في الإدارة الحكومية عندنا في مصر فبالتالي أنا عايزة أستعين بإدارة خارجية الإدارة إدارة فقط وليست ضيع ولا شراء ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص يعني هي إدارة تدير المتاحف ولا تدير كل الأثار لا أما على الأثار اللي أنا مش أدر أدرها وأنا أغلبية الأثار اللي عندي مش عارفة أدرها أنا عرضة الوزير بيعرض بيقول أنا عندي 33 ألف قطعة مفقودة ما بين مصروقة وبين مهربة فأنا هستنى لغاية لما كل أثار البلد تفنى بالشكل ده أثارنا بقت في كل دول العالم مش عارفين نستردع ورد هجيز بعد دخول إدارات خاصة 33 ألف دوليب ومئة ألف خاصة لا الإدارة الخاصة بدون رقابة مش هتنفع ما لازم برضو يبقى في عيني على الإدارة اللي بتشتغل الإدارة دي بتشتغل وأنا بعمل رقابة عليها وبتباحها مش فيه سجلات يا أستاذ وائل وفيه باحثين وفيه ناس تقدر تعرف القطع السليمة الصحيحة من القطع المقلدة فكل ده موجود أنا مش بقول القطع الخاص قطع ربحي يعني لو هيدخل في ده هيبقى عينه على إنه يكسب عينه على إنه يكسب إنه هذا لما يطور المتحف مثلا ويقدر يجلب لي زوار وناس تجيب تعتذاكر عشان هتدخل أنا أنا مش مجرد إن أنا بتديره الإدارة وبس طبعا أنا بتديره الإدارة باخد حق انتفاع يعني هو الطرفين هو لو ما اشتغلش كويس مش هينجح ومش هيكمل في المنظومة دي وبعدين طب أنا عندي بقى فكرة تانية بلاش أجيب إدارة من قطع الخاص أنا عندي الشباب الخديجين الأوائل بتوع كليات الأثار وكليات العلوم الإدارة أنا أصفرهم برة وعلمهم وأصرف عليهم ويرجعوا هم يتولوا المنظومة دي لكن أنا ما ينفعش إن أنا أفضل سايبة الموقف بالشكل ده والأثار بالشكل ده يعني إحنا بلد فيها طلطة أثار العالم وما عندناش أي دخل إحنا منبص على اللوفر اللي فتحته أبو ظبي ولا دبي شكله عمل إزاي لمين قطع من كل دول العالم لأنهم ما يمتلكوش القطع دي هتشوف حضرتك ده في المستقبل هيحقق أرباح ومكاسب الدقيل الزائرين أنا بقى عندي متحف مصر يتطبر متحف مرتوح ومش عارفة أدير فيها أي حاجة طيب خلينا أسألو سيدة ناشوة دي سيدة ناشوة عندك تحفظات على دخول القطاع الخاص في إدارة وتأمين المتاحف طبعا بكل تأكيد عندي تحفظات وأرفضوا رفضا تاما لأن الأثار هي ملك الدولة مش ملك ابن آدم ولا ملك حتى الوزارة بس هي ملك إمكانية ودي أمانة من أجبابنا أن نحن نحفظ عليها لما نديها لشركات تجيرها أنا إيه الضمانة عندي لحمايتها وعدم المساس بيها وتخربها وغيره لأن أي قطاع خاص مطلوب منه أنه هو يكسب الوزارة وفي نفس الوقت هو يكسب يعني عينه كلها تكون على المكسب ببرزة أولى وأخيرة لا هيكون فيه أمام عينه الحفاظ على الأثر ولا هيكون فيه حماية حتى عند النقله إذا كان يتنقل مثلا لو فرضنا أن الأثر ده بيتنقل للخارج أو بيتنقل من مخزن وجاي من مخزن ورايح مخزن إزاي هذا القطاع الخاص أنه المفروض دولة دولة ده لما بينقله حاجة بيتستعينه بالجيش والشرطة علشان ينقله أثر من مكان لمكان إزاي قطاع خاص هيقدر يحمي هذه الأثر إزاي هيكون عينه على الأثر وحمايته دون تخريب وأنا للأسف شديد أتصور وكل ده نتأكد أنه هيكون عينه أولا وأخيرا على الفلوس اللي جاية من هذا آه أنت خايفة كمان أنه ممكن يعمل تقليد لقطع ويضعها مكان قطع أصلية ليه لا يا فنم ليه لا ما هي الأستاذة جليلة بتقول فيه دوابط ركابة مهما كانت من دوابط ركابة ده هيكون بين إيديه يقدر يتصرف فيه كيفما يشاء وبالتالي إحنا هنا بدل ما بنحافظ على أثرنا إحنا بنفتح الطريق لتهربها والعبس بيها وغيره وأنا بتصور يعني بسأل سؤال إزاي الحكومة مش قادرة تدير ممتلكات الدولة ده فشل زريع لدى الدولة لا وبعدين هنا مش ممتلكات يعني مش ممتلكات عادية أو تقليدية الأثار هي هوية وتاريخ مصر يعني تاريخ مصر تاريخ إزاي يتم فيه العبد بهذا الشكل أو نفكر طب قبل ما أرجع للأبل ما أبل ما أبل ما أسأل أستطلعت فاسة جليلة هنا أستاذة ناشوة بتقول ده هيفتح باب جهنم طيب لضياع آخر ما تبقى لنا من من مجد وتاريخ وحضارة يعني من ميراث وميراث حضرتك أستاذة ناشوة أكدت على إن فيه فشل ذريع في منظومة الإدارة في ملف الأثار صح؟ طيب النهاردة بقى أنا أفضل مستمرة بقى في الفشل ده يعني أنا مش عايزة بقى أفكر خارج السندوق أو إن أنا أجيب فكر جديد وبعدين يا فندم هي كل الأماكن دي ما هي فيها موظفين الدولة يعني أنا بس مجرد إن أنا بجيب إدارة خارجية تتولى الإدارة مع احتفاظي بكافة حقوقي كوزارة الأثار أو المجلس الأعلى للأثار فإن أنا أرائب وأتابع وأعمل تفتيش دوري يعني شركة مجرد إنها بس آه طيب لغاية ما ترجع لنا تاني للأستاذ جديد أستاذ صالحة خليل متحمس لدخول الكطاع الخاص لإحياء متحفنة وإحياء عملية إدارة الأثار ولا عندك مخاوف الأستاذة ناشوة ديب والله لا أنا عند المخاوف أنا طبعا أنا لبرالي الطبيعي ومتحمس القطاع الخاص أنا بشكل عام متحمس القطاع الخاص آه أنا بتكلم في حاجة أنا مش فهمها يعني أنا اسمعت تصريح الوزير بيقول إيه إنه هو طالب شركات لإدارة المتاحف طيب أنا النهاردة الأزمة عندي في إدارة المتاحف في إيه الأزمة عندي أولا أنت عندك شجل بالسياح نتكلم النهاردة مين الزائر الرئيسي للمتاحف هو السائح السائح أصلاً يعود موجوداً بالشكل الكافي فقال الشركة اللي عدد لك المتاحف دي هتجريد لك سائح مش هيحصل يبقى هنا ده كده أمر منتهي طب الشركة اللي هتدير المتاحف يعني هتدير المتاحف يعني هتعمل أماكن ترفيئية في مكان المتاحف مثلاً ولا هتعمل أسواق ولا هتعمل إيه أنا برضو مش فاهم لكن لما أجي تكلم النهاردة على آثار مصر يبقى نوعها في احتراماً مفيش حاجة اسمها تقول لي أنه الدولة النهاردة مش عارفة الآثار المصرية وقيمتها وأن تدار عن طريق آخرين بشكل أو بآخر يبقى ده كلام يعني أنا مش عارف إزاي إحنا النهاردة يا أستاذ وائل في مجلس النواب وقفنا على ثلاث قوانين بخصوص إدخال الطاقة النووية في مصر طب ما اللي هتديرها مصريين اللي هتدير ده أصلاً مصريين وهم كنت هستعانب والحقيقة أنا ليه أنا ليه بأكرس فكرة أن المصري لا يستطيع أن ينجح في الإدارة ليه يعني إحنا النهاردة عندنا فيما يسمى بالحوكمة وزارة النهاردة وزارات كتيراً بتتبنى منهج الحوكمة إذا ما كان معاه الوزير عايز ينشئ هايقة عامة تدير المتاحف ويأتي بقانون إلينا في مجلس النواب وهذه الإدارة ما نغلش ده بتتكتفش بالتكتفات الحكومية اللي كلنا عارفينها أنا طبعاً متفق أنا متفق تماماً أن إدارة المتاحف بتدار بشكل غير جيد لكن مش الحل إن أنا أجيب واحد من برة أنا مش عارف النهاردة طب هو أقول له بقى طرق شمس أنا حسلمه القطعة اللي في المتاحف بقى وأسلمه له على ساركي وتاني يوم أستريبها منه تاني ولا أنا حرجحها أهمت يعني مش راهم برضي المتحمسين للفكرة دي يعني لما أجيب شركة إدارة الصبح أنا بقى كده أقول له خدها ده عندك كم قطعة في المتاحف الكبير واخر النهار سلمهم لي لا ومش محل بقالة يا أستاذ وائل غير منطقي إذا كنا لدينا فشل في إدارة المتاحف بتاعتنا علينا أن نعلي مسألة الحوكمة في إدارتها تعليق أخير أستاذ جليلة مخاوف مشروع على اعتبار إن القطاع الخاص هدفه الربح صحيح بتكون إدارته غير مقيدة بالبيروقراتية والروتينية حضرتك للقطاع الخاص أو لأي جهة أخرى علشان تساعد في إدارة هذا الملف علشان الفشل الموجود بالفعل في الإدارة بالتالي طيب بلاش المتحف أنا نهاردة عندي منطقة زي المعابد اللي موجودة في لقصر وأسوان وبوسمبل اللي الرمال عملة تغطيها وعمل التعري عملة تبوط فيها والحمامات اللي موجودة فيها غير جيدة والناس اللي ممكن تتعامل بشكل سيء مع السقحين طيب أنا بلاش بلاش القطع الأسرية هو بس مخاوفي يا أستاذة جليلة إن إبعاد الدولة عن أنت عارفة أن الأثار مش سلعة وتعلمين أن الأثار هي هوية وتاريخ وحضارة مصر ففكرة أن الدولة لا تسيطر فكرة مخيفة طبعا طبعا لما يتقلي في 33 ألف قطعة تسرقوا ده رقم رهيب يتعدوا في قد إيه دول 33 ألف قطعة وبعدين أنا هستنى بقى لغاية لما كل أثار مصر تتهرب برا مصر ما أنا لازم نبقى في حل أنا مش مع فكرة الكطاع الخاص أنا مع فكرة الحل الحل بأي شكل يتشافق بشكل سليم خلاص يبقى أنا كلنا مع الحل الضبط إحنا مع الحل إحنا عايدين حل بشكركم جميعا الحل يا جماعة فإن فعلا عيب جدا أنت بتسافر بعض الدول تلاقي تمثال مكسور دماغه مكسورة ويقولك ده مدحفنة مش عايزة أسمي أسماء دول يعني والله تمثيلهم بتضحك عليها وانت بتشوفها انت هنا بتشوف ما بين تلتل تلتين أثار العالم يعني وأثار متنوعة ومختلفة يعني لكن مع ذلك عندنا هذا الفشل الكبير في تنظيمها شوفوا حتى المناطق الأثرية عندهم بيعملوا فيها إيه بيحولوها إزاي لوحة للسياح وبينشوقوا حواليها كمان إزاي مراكز تجارية عشان يبقى فيه بيع وشرب بالقرب من هذا المكان دون التأثير على الأثر يعني إنما عندنا إحنا بنغتال تاريخنا وحضارتنا وبنغتال الجمال إحنا دايما عندنا هذه المهارة دايما فيه اغتيال كل ما يتعلق بما هو جميل في مصر كمان بالحضارة وبالتغير نشوف حل تاني القطاع الخاص تخوف إن دخوله يعني الناس عايزة تكسب ما هو تاجر في النهاية لازم أبعد الأثار عن قضية التاجر واللي عاوز يكسب